قال وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني في كلمة بلاده في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة قال إن معالجة الوضع الأمني في منطقة الساحل يستدى الاهتمام بالأبعاد الدينية والثقافية والتنموية والإنسانية إن المملكة المغربية التي تنعم باستقرار مقدر تعيش في منطقة تعرف عددا من التحديات الأمنية وهي منطقة الساحل والصحراء ومن هنا كان الاهتمام المملكة المغربية بمالي الشقيقة وما عاشتها من أحداث ومن تحديات ذات خطورة كبيرة في المرحلة الأخيرة ونهني اليوم الإخوان والأشقاء في مالي كما نهني الإخوة الأفارقة ونهني المنتظمة الدولي على نجاح المسلسل الانتخابي الأخير في دولة مالي والتقدم الملموس المسجل فيما يخص استثباب الأمن بهذا البلد موسيقى